اشتركوا في القناة فيها فتأتي سنة ترفعك اكثر من غيرك عشرات المرات لكن اصدق مع الله تعالى اذا انت بالخيار ان تستسلم لتموت ببطء او ان تتعامل مع هذه العبارات وتسير واذا قابلت اناس المثبتين فلا تجلس معهم ولا تعلن احلامك ابدا للصوص الاحلام لان ثمة اناس يتلصصون وياخذون هذه الاحلام ويميتونها في مهدها اشرح التحدي امام اقوالهم ولا تسقطوا ابدا يا اخي الكريم ايضا من الامور التي جمعت بين الناجحين رفضوا الواقع يفرض عليك الناس واقعا تظنوا انه هو الصواب فيقول لك عبارة كم اكرهوا هذه العبارة حينما يقولون كن واقعيا يا اخي كن واقعيا يعني كن ميتا كن يائسا كن مدمرا كلما حلمت بشيء قالوا كن واقع يا اخي لا تكن مثاليا وهي اشياء في مقدور الناس ويمكنهم ان يفعلوها لا داعي لهذه المغامرات لماذا لا تعيش مثلما يعيش الناس فتصبح عندئذ ماذا مجنونة وليس عاقلة فك قيود الواقع وحباله وارمي بها وراء ظهرك وعيش واقعا انت تصنعه ثم تبنيه ثم تجد ثمرته في يوم من الايام باذن الله تعالى احيانا نحن لأسف الشديد تجد اننا نرضى ببعض العبارات ونعيش واقعا على عبارات الناس لا لا نحتاج ان ننتبه الى هذا الواقع الذي يعيش فيه الانسان وان لا يفرض هذا الواقع نفسه علينا مهما كانت فيه الظروف صعبة او سمعنا فيه بعض العبارات او غير ذلك وانني احذر الشباب خاصة الذين يعيشون في اسر فيها نوع من الاسى والالم وكثرة المشاكل ان يتجاوزوا مثل هذا الواقع وان يصنعوا لانفسهم مكانا رائعا وجميلة من اشياء التي تجمع بين اصحاب او العوامل المشتركة بين اصحاب الطموح التجول بين مهن مختلفة الحياة ايها الاخوة ليست ثابت واولئك الذين لا يستطيعون تغيير حياتهم ام حصنفين اما سكان المقابر او المجانين اما العقلاء فهم يتجولون لا تنزأج اذا كنت تعمل بمهنة ترى انها لا تناسبك خاصة اذا كنت تشعر بانك قادر على تحقيق نجاح اكبر ادرس المهنة الاخرى التي ترغبها وتحبها دراسة وافية والقب نفسك في بحرها الاعمال تحتاج لها نوع من المجازفة والطموح حتى تدخل في هذه الاشياء ولهذا نصيحة لكل شاب اذا كنت في مقتبل حياتك المهنية فاعطي لنفسك فرصة من ان تتحول في اكثر من مهنة حتى تجد نفسك في مهنة منها اعرف قدراتك ونقاط قوتك ثم حدد العمل المناسب من اسهل الطرق لمعرفة هل هذا العمل يناسبك ام لا هو مراقبة نفسك في الاهتمام بالتفاصيل فان رأيت نفسك تهتم بالتفاصيل هذا الامر وتحرص عليه فاعلم بانك محب له باذن الله تعالى اصحاب الطموح لهم صفات اذا توفرت فيهم اصبحوا من الناس المميزين والرائعين في هذه الحياة يقول المثل الياباني يستحيل الوقوف في هذا العالم دون الانحناء احيانا لكن ليس انحناءا تموت بعده ثم تسقط لا تنحني وترجع الى قوتك دار الناس لكن لا تداهنهم لا تداهنهم من الاشياء ايضا ان اصحاب الطموح يعرفون ماذا يريدون وكيف يصلون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة